تعرفوا جاء الفرسيون مرة وبيكلموا يسوع يعني عاوزين يرعبوه ويخوفوه بقولوله انه هيرودوس المقصود هيرودوس أنتباس يريد ان يقتلك اسمع كلام وجواب يسوع المسيح اذهبا واخبرا هذا التعلم بيتكلم عن هيرودوس ثم اكمل حديثه قال لانه لا يمكن ان يهلك نبي خارجا عن اور شليم بشارة لوقة اسحاح 13 ثم احبائي قال يسوع انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف وفي نفس الاسحاح يقول وانا اضع نفسي عن الخراف ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه وفعلا بدل نفسه من اجل احبائه ثم احبائي قول يسوع المسيح لان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين في متى عشرين ومرقص عشر ايه خمس واربعين فاذا بيتكلم عن الغرض انه جاء ليبذل نفسه فدية عن كثيرين ثم عدة مرات تكررت هذه الاية اللي رح اقرأها على ما سمعكم ها نحن صاعدون الى اورشاليم وبيتكلم بالتفصيل وسيتم كل ما هو مكتوب بالانبياء عن ابن الانسان في متى عشرين بيتكلم بالتفصيل انه سيسلم الى رؤساء الكهنة ويتألم ويصلب ويموت ويقوم في اليوم التالي في لوقة 18 مكتوب يعني سيتم كل ما هو مكتوب بالانبياء عن ابن الانسان ثم الرب يسوع نفسه قال وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يموت يحنى اصحاح 12 والآية 32 والآية 33 فاتخيل انه يسوع المسيح عم بيتكلم بالتفاصيل انه كل الغرض لمجيئه انه جاء ليموت واتعجب من الذين يستخدمون الكتاب المقدس ليثبته انه المسيح لم يصلب طبعا لربما يكون في اختلافات ولكن انا احترم الشخص الذي يقول انا لا اؤمن بالصلب لانه كتاب يقول فكري يقول ولكن تستخدم الكتاب المقدس حتى تثبت انه ما تصلب طبعا كشخص يناطح الجبل ثم احباء مكتوب ايضا وحين تمت الايام لارتفاعه لاحظ الكلام هاي ايه كتير كتير مهمة ثبت وجهه لينطلق الى اورشليم يعني هو مش يعني عدة مرات طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني مع انه كان يصارع كانسان في هذا الموضوع ولكن قال لتكن لا مشيئة بل مشيئتك وكان كل الفكرة انه ثبت خلاص يعني لا رجوع انه جاء حتى يموت في اورشليم ثبت وجهه لينطلق الى اورشليم في لوقة الاصحاح التاسع والآية 51 مكتوب عن يسوع واما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم لاحظ الى الآب وانه لاحظ الكلام وانه من عند الله خرج وإلى الله يمضي شوف الدقة والتعابير بهذا الكلام بل اكثر من هذا يسوع يسوع عرف مسلمه في يحنى ست سبعة قال اليس ان اخترتكم الاثنى عشر وواحد منكم شيطان قال هذا عن يهودة سمعان الاسخريوطي لان هذا كان مزمعا ان يسلمه بل حتى في العشاء الاخير قال ما انت تعمله بيكلم يهودة عندما دخلوا الشطان بعد اللقمة ما انت تعمله فعمله باكثر سرعة يحنى تلتعش آية سبعة وعشرين وعدة مرات مكتوب فطلبوا ان يمسكوه ولم يلقي احد يدا عليه لان لاحظ الكلام مرة تانية نفس الثيم لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد في يحنى سبعة آية تلاتين مرة تانية ولم يمسكه احد لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد يحنى تمانية آية عشرين ثم قال ومتى رفعتم ابن الانسان فحينئذ بيتكلم عن الصلب رفعتم ابن الانسان فحينئذ تفهمون اني انا هو يحنى تمانية مقتبسا ايات من النبي الشعياء عن نفسه انا هو يعني انا يا هو انا الله ثم قال لاني خرجت من قبل الله وقتين في يحنى تمانية آية اثنين واربعين اشتركوا في القناة